مرحباً اسمي هنري وأنا منقب عن الذهب بعد أن أنهيت دراسة الجامعية عملت في عدد من الشركات ولكن أدركت أن الأمر لا يستحق ذلك العمل بدوام كامل لن يأخذني بعيداً أكون ثرياً فقط في الأسبوع الأول ثم كنت أنتظر راتب الشهر المقبل لذلك قررت أن أصبح منقباً عن الذهب أنشأت حساباً في تطبيقات الإنترنت ولم أضع سوى النساء الأغنية في منتصف العمر انتهب الأمر بمقابلة ساندرا من الواضح أن لديها القليل من حشو البوتوكس هنا وهناك ولكن بشكل عام كانت جميلة ذهبت لمقابلتها في منزلها الذي كان أشبه بقصر كانت ترتدي فستاناً أحمر وساعة روليكس قيمتها على الأقل 200 ألف دولار رائع عندما رأتني ابتسمت وقالت أنت تبدو أفضل من الصور تناولنا عشاء متكوناً من شرائح لحم ونبيذ تم إعداده من قبل رئيس التهات الخاص بها ثم أمسكت بي وقبلتني ساندرا لم تكن غبية كانت تعرف أني أوعدها لأجل المال لكنها كانت بحاجة لشخص بجانبها لأنها كانت وحيدة بعد وفاة زوجها قبل عشر سنوات بعد شهر من المواعدة دعتني للعيش معها كنت سعيداً جداً كان لدي كل ما تملكه المال والسيارات وهذا يعني أنني لم أعد بحاجة للعمل يمكنني راحة تطوى اليوم وقضاء الوقت معها ولكن بعد ذلك التقيت بابنة ساندرا ماندي كانت مثيرة بشكل لا يصدق اعتقدت أنها سوف تكرهني لأنني كنت أصغر من والدتها لكنها قالت إنه على منقاسي ولا ألومك لكونك مادياً واو كانت مفتحة للأمر وهذا ما شجعني على اتخاذ الخطوة التالية ذات ليلة بعد العشاء كانت ساندرا تجري بعض المكالمات اقتربت من ماندي وبدأت ألمس شعرها الأشقر ثم قلت أنت مذهلة أي شخص سيكون محظوظاً بك ثم انحنيت لتقبيلها ولدهشتي لم تعترث قبلنا بعضنا قبلة طويلة ولكن توقفنا عندما سمعنا خطى ساندرا ثم أصبح كل شيء أفضل كانت تسلول وراء ظهر ساندرا مع ماندي أمراً مثيراً كان الأمر أشبه بذخ الأدرينالين كلانا استمتع بالخيانة تقابلنا أنا وماندي عندما كانت ساندرا في رحلات العمل أو عندما كانت مع أصدقائها كنا نمرح كثيراً ذات مرة اتفقت أنا وماندي أن نتقابل في غرفة فندق للاحتفال بذكران الثالثة ولكن عندما دخلنا الغرفة وجدنا ساندرا جالسة على السرير وتبدو غاضبة لقد صدمنا لرؤيتها هناك قالت ببرود إذن حبيبي المريض يخونني مع ابنتي يا لها من مسحة ثم نقلت على زر في الهاتف وجاء حارسها الشخصي وبدأ يضربني ركلني في بطني بقوة لدرجة أنني شعرت برغبة في التقيق ثم التفتت إلى ماندي وقالت أمل أن تكوني سعيدة معه لأنك لن تحصلي على أي مليم بدأت ماندي بالصراخ وقالت لا يمكنك حرماني من الميراث إنه لوالدي لكن ساندرا نظرت إليها باحتقار وقالت والدكي مات إنها أموالي لن تفعل شيئا ثم خرجت مع حارسها الشخصي وتركتنا بائسين كانت ماندي تشعر باليأس وأنا كنت أتألم وهي كانت تبكي لكننا خرجنا بشيء جيد من هذه الحادثة أدركنا أننا كنا نحب بعضنا كان من الخطأ خيانة ساندرا لكننا أحببنا بعضنا لذلك قررنا العيش معا وقلت لماندي لا تقلقي سأعتني بك أخذت ماندي للعيش معي في شقة قديمة حصلنا على وظائف وكانت الحياة على ما يرام حتى حملت كلانا فوجئ وكنا قلقين سألت ماندي كيف سرعتني بالطفل نحن لدينا بالكاد ما يكفي لنأكل كنت قلقا بشأن هذا أيضا لكنني حاولت مواساتها وقلت لدي بعض المدخرات ويمكنني أن أعمل في وظيفتين لا تقلقي ولم أكن أعلم أن كل شيء سينهار من هنا أنجبت ماندي طفلة جميلة سميناها نيكول توقفت ماندي عن العمل لرعايتها ثم ذات صباح اتصل بي مديري وقال أنا آسف لكن سنستغني عنك صدمت سألته لماذا فقال أن القرار جاء من المدير الأعلى إذا لم نتردك سنفقد أحد أكبر عملائنا ولا يمكننا المخاطرة بذلك تلك العجوز شريرة أنا متأكد أنه وراء ذلك آه إنني أكرهها توسلت إلي وقلت أن لدي عائلة وأنتظر طفلا لكنه لم يرحمني لقد تريد حاولت أن أقوم بوظائف مختلفة ولكن الأجر الذي حصلت علي لم يغطي الفواتير وظروريات الطفل فجأة لم نستطع البقاء في شقة قديمة انتقلنا إلى مقتورة وبعد ذلك انتهى بنا المطاف في ملجأ للمشردين كانت الليلة الأولى مرعبة أناس من جميع الأنواع ينامون في نفس الغرفة كنت أخشى أن تمرض نيكول بسبب قذارة المكان وكانت ماندي خائفة أيضا في الليلة الرابعة لم تستطع ماندي تحمل ذلك سرخت في وجه وقالت لا أستطيع تحمل هذه الحياة الرهيبة أنت السبب في هذا أنا ذاهبة ماذا تقصدين؟ أقصد أنني سأعود لأمي كان من الخطأ الهروب بسبب حب غبي سأخذ معي نيكول لم تنتظر إجابتي وأخذت نيكول وخرجت في الأسبوع التالي تلقيت أوراق الطلاق حاولت الاتصال بها لكنها لم ترد على الهاتف يبدو أن ساندرا وافقت على استقبالها بشرط انفصالها عني لقد فقدت عائلتي وأصبت بالاكتئاب عشت في الشوارع لأشهر ذات يوم كنت أشرب قهوة ولحظت أن رجلا عجوزا كان على وشك السقوط كان يستخدم عكازه وانزلق ذهبت لمساعدته وبعد أن أجلسته قال لي شكرا أيها الشاب هل ترغب في تناول الإفطار معي؟ كنت أتذور جوعا لذلك وفقت جلسنا في المقهى وتحدثنا لساعات وأخبرته بقصتي كاملة أعتقد أنه لدي وظيفة لك إذا كنت مهتما لا أهم سأقوم بأي شيء وتبين أن هذا العجوز هو واحد من أغنى رجال الأعمال في المدينة حصلت على وظيفة في شركته براتب قدره عشرة آلاف دولار كنت متحمسا لم أرى هذا المال من فترة طويلة بدأت العمل بجد لأثبت له أنني أستحق الفرصة وفي عام أصبحت مديرا تنفيذيا لجميع شركاته كان كل شيء على ما يرام وفكرت في التواصل مع ماندي كنت أرغب في رؤيات ابنة نيكول ولكن للأسف قيل لي أن ماندي غادرت البلاد للعيش في أوروبا حزنت جدا لكنني لم أستطع فعل أي شيء ثم قابلت فتاة رائعة أخرى كان اسمها إليزابيث وكانت محامية لأحدى شركاتنا أحببتها وتزوجنا وأنجبنا ولديني وبنتا كنت سعيدا ونسيت كل شيء عن الماضي ولكن بعد عشرين عاما حدث شيء فضيع أصيب ابني الأصغر جون بفشل كلوي وقال الأطباء سيحتاج لعملية زرع كلا في أسرع وقت ممكن كنت مصدوما تم اختبار كل العائلة لنرى إن كان هناك مطابقة سأفعل أي شيء لابني ولسوء الحظ لم يكن أحد مننا متبرعا مناسبا وتم وضع جون على قائمة الانتظار لذا راودتني فكرة الاتصال بنيكول أعني إنها أخت جون ويمكنها أنقاذ حياته في اليوم المقبل ذهبت أبحث عنها استأجرت شخصا لجمع المعلومات وفي أسبوع كنت أمام منزلها تركت البابة وانتظرت بعد خمس دقائق فتحت ونظرت لي بغرابة انظر من هنا قررت أخيرا أن تتعرف على ابنتك لم أكن أعرف ما أقول لكنني سألتها هل تعرفين من أنا؟ فردت بسخرية أهلاً هانري الأب الذي تركني وذهب لعائلته الجديدة ماذا؟ كانت تعرف من أنا لكنها كانت تكرهني كانت حزينة ومستأة سوال الوقت لأنني لم آتي للبحث عنها ما الذي أتى بك الآن؟ شعرت بالخجل وقلت سأطلب منك معروفاً اندهشت عندما أخبرتها ما أحتاجه ومثلما توقعت رفضت بعد كل هذه السنين أتيت لتطلب مني إنقاذ ابنك؟ هل أنت مجنون؟ طبعاً لا استدرت للمغادرة كان وجوها أحمر من الغضب لكنني نظرت حولي ورأيت صورتها مع طفلين صغيرين وقلت أعتقد أنهم أطفالك أود مقابلة أحفادي خذي هذا كنصيحة اغرورقت عينها بالدموع وغدرت دون أن أقول ودعاً بعد أسبوع تلقيت مكالمة من المستشفى وقالوا أنهم وجدوا مطابقة كانت العائلة بأكملها متحمسة للغاية لكنني كنت الوحيدة الذي عارف من هو المتبرع قامت جون بالزرع وكان يتعافى ولكن عندما كنا في المستشفى دخلت نيكول مع أطفالها ابتسمت وقلت يا جماعة أريدكم أن تتعرفوا على المتبرع تفاجأت الأسرة بأكملها لكنهم عنقوها وقبلوها ثم قلت بهدوء إنها أيضاً أختك غير الشقيقة تحولت المتعة إلى صدمة استغرق مني الأمر ساعات من التفسير وروايات قصتي مراراً تكراراً حتى يفهموا لم تكن زوجتي على وجه الخصوص سعيدة بما حدث ولكن في النهاية أصبحت جزءاً من العائلة ولا يمكنني أن أكون شاكراً أكثر لأنني تزوجت والدتها منذ سنوات ما رأيك في قصتي؟ أترك رأيك في التعليقات أدنى ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر